السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية عنوان الدرس خط النسخ حرف الفاء والقاف أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يميز حرفي الفاء والقاف في خط النسخ تمييزا سليما يكتب الجملة بخط النسخ كتابة صحيحة أحبتي انظروا إلى الصورة التي أمامكم ماذا نسميها؟ أحسنتم إنها فواكه والصورة الثانية أحسنتم إنه قفل والصورة الثالثة رائع إنه هاتف ما الحرف المشترك في هذه الكلمات؟ نعم أحسنتم إنه حرف الفاء انظروا جاء حرف الفاء مرة في أول الكلمة ومرة في وسطها ومرة في نهايتها ففي كلمة فواكه جاء في أولها وفي كلمة قفل جاء في وسطها أما في كلمة هاتف فجاء في نهايتها والآن أحبتي انظروا إلى هذه الصورة ما اسمها؟ نعم إنه قطن والصورة الثانية رائع إنها حقيبة والصورة الثالثة بارك الله فيكم إنه صديق ما الحرف المشترك في هذه الكلمات؟ نعم إنه حرف القاف انظروا جاء حرف القاف مرة في أول الكلمة ومرة في وسطها ومرة في نهايتها ففي كلمة قطن جاء في أولها وفي كلمة حقيبة جاء في وسطها أما في كلمة صديق فجاء في نهايتها وفي درس اليوم كيف يكتب حرف الفاء والقاف في أول ووسط ونهاية الكلمة إذن درس اليوم في مهارة الخط بعنوان خط النسق حرف الفاء والقاف اقرأوا معي الجملة التي أمامكم طلاب الأعزاء الحرية قيمة عظيمة تتحقق فيها راحة النفس وإنصاف الآخرين ما نوع هذه الجملة؟ نعم أحسنتم إنها جملة اسمية تتحدث عن قيمة الحرية التي هي حق من حقوق الإنسان حيث يفعل الإنسان ما ينفعه ولا يضر الآخرين أو يؤذيهم ما الفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع من الحرية؟ نعم أحسنتم يشعر الإنسان براحة النفس أما المجتمع فيشعر بالعدالة والإنصاف فماذا تعني كلمة إنصاف؟ نعم أحسنتم إنها إعطاء حقوق الآخرين فليست الحرية أن أسلب حقوق غيري انظر عزيزي الطالب إلى هذا التركيب راحة النفس ماذا نسمي الجزء الأول راحة؟ أحسنتم مضاف وماذا نسمي الجزء الأخير؟ النفس رائع مضاف إليه والآن أحبتي انتبهوا لكلمة قيمة بدأت بحرف القاف والقاف في أول الكلمة تكتب برأس الواو وتتصل بالحرف الذي يليها بخط على السطر ثم نضع نقطتين فوق الحرف أما في كلمة تتحقق جاءت القاف في وسط ونهاية الكلمة تكتب القاف في وسط الكلمة برأس شبه دائري على السطر متصلة بما قبلها وما بعدها أما في نهاية الكلمة فلها رأس الواو وجسم النون ونقطتان أعلى الرأس وكذلك في كلمة فيها فالفاء هنا في أول الكلمة حيث تكتب برأس الواو وخط على السطر ونقطة أعلى الرأس وفي كلمة النفس جاءت الفاء في وسط الكلمة متصلة بما قبلها ثم تكتب برأس شبه دائري أعلى السطر وتتصل بما بعدها بخط بسيط كما هو موضح أمامكم أما الفاء في نهاية كلمة إنصاف فتكتب على السطر برأس الواو وجسم يشبه حرف الباء كما يتضح لكم إذن أحبتي رأس حرف الفاء هو نفس رأس القاف والواو تتكون القاف في آخر الكلمة من رأس الواو وجسم النون والآن مع النموذج الخطي كاملا حيث كتبت الحروف فيه على السطر ما عدا بعض الحروف كالراء والقاف والهاء والسين والواو والنون نبدأ مع كلمة الحرية حيث كتبت جميع الحروف فيها على السطر ما عدا حرف الراء أما كلمة قيمة فجميع حروفها على السطر لاحظ طالب العزيز أنها بدأت بالقاف حيث كتبت القاف في أولها برأس الواو ثم اتصلت بما بعدها بخط على السطر وفي كلمة عظيمة نلاحظ أن جميع حروفها مستقرة على السطر كما هو موضح أمامكم أما كلمة تتحقق فنلاحظ أن القاف فيها جاءت مرتين مرة في وسط الكلمة وهنا كتبت برأس شبه دائري على السطر ومرة أخرى في نهاية الكلمة حيث كتبت في نهاية الكلمة برأس الواو وجسم النون كما اتفقنا سابقا وكتبت الفاء في كلمة فيها كما كتبت القاف في كلمة قيمة وكلاهما كتب برأس الواو وخط على السطر يتصل بما بعده أما كلمة راحة فنزل فيها جزء من حرف الرائي تحت السطر واستقرت باقي الحروف على السطر وفي كلمة النفس رسمت جميع الحروف على السطر وهنا نجد أن الفاء جاءت في وسط الكلمة حيث كتبت برأس شبه دائري على السطر كما كتبت القاف في وسط كلمة تتحقق ثم كتب حرف الواو وكلمة إنصاف التي جاءت الفاء في نهايتها حيث كتبت برأس الواو وجسم يشبه الباء قليلا وأخيرا مع كلمة الآخرين فنلاحظ أن حروفها رسمت على السطر ما عدا حرفي الرائي والنون اللذان نزل جزء منهما تحت السطر وهذا هو الشكل النهائي للنموذج الخطي والآن عزيزي الطالب اكتب الجملة الآتية بخط النسخ مراعيا شكل الحروف والمسافات بين الكلمات لا تنسى أن تبدأ من واحد ثم اثنين وصولا إلى ثلاثة إذن خلاصة ما درسنا اليوم رأس حرف الفاء هو نفس رأس القاف والواو تتكون القاف في آخر الكلمة من رأس الواو وجسم النون أشكركم أعزائي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر